هذا المقال لتحضير الحريرة والبعض الناس اللذين لا يجيدون القراطة أردت أن تكون مسموعة المكنات 400 جرام من اللحم المقطع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون حبتان من البصل المفروم نعما كوب من الكرفس المفروم كوب من البقدونس المفروم حبة واحدة من اللفت الأبيض حبة واحدة من الكرة كوب واحد من الكزبرة الطازجة والمفرومة نعما فيلفل أسود بحسب الرغبة نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون عود واحد من القرفة ملح طعام حسب الرغبة ملعقة صغيرة من الكركم كوب واحدة من الحمص المنقوع كوب ونصف من مرق الدجاج نصف لتر من الماء كوب واحد من العدس الصحيح دي اللون البني خميرة بائتة مكونة من الدقيق والماء ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الذائب في نصف كوب من الماء أوراق من النعنع الطازج للتزيين منكهات مثل ملعقة من الكراوية المدقوقة مع فص من الثوم والكزبرة الطازجة ثلاث حبات من البندورة الطازجة والمفرومة فلفل أحمر حار طريقة التحضير وضع الزيت في وعاء على النار وإضافة الخضارة القطعة إلى الزيت بجانب البهارات والأعشاب سلق اللحمة في وعاء متوسط الحجم وإضافة عود القرفة إليه حتى إتم التخلص من رائحة اللحم الكريهة مع مراعاة التخلص من الرغوة التي تتشكل على سطح الماء المجلي بين كل فترة وأخرى غلي المكنات لمدة دقيقتين وتركها على نار خفيفة مع اللحم إضافة الحمس والماء والعدس إلى البندورة المفرومة وترك المزيج على النار لينضج تماما إضافة الخميرة البائتة إلى الخاليط مع مراعاة التحريك المستمر للمكونات وتركها لمدة عشر دقائق على نار هادة وذلك حتى تنضج باشكل كامل ومن ثم إضافة مواد النكهة إلى الخليط سكب الخليط في وعاء التقديم وتزيينه أورافا نعنع الطازجة إضافة عصير الليمون التبعي ترجمة نانسي قنقر